تهديد جدي بوقف المساعدات الإنسانية للمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإنقلابية التهديد أمريكي هذه المرة ونسب إلى مسؤول كبير في وزارة الخارجية في واشنطن المسؤول الأمريكي اعتبر أنه لم يعد من الممكن التغاضي عما يفعله الحوثيون وأكد أن الجهات المانحة وجماعات المعونة تعتازم وقف المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتوقفوا عن عرقلة وصول المساعدات لافتا إلى أن كل جهة مانحة ومنقذة سترسم خططا لكيفية التصرف إذا لم يغير الحوثيون سلوكهم على الأرض ومن بين الخطط تعليق الكثير من برامج المساعدات باستثناء البرامج اللازمة فعلا لإنقاذ الحياة كبرامج إطعام الأطفال المرضى وغيرها من ظروف المشابهة الجهات الإغاثية والمانحة حددت إطارا زمنيا مدته شهر أو شهران وبعد هذه المدة ستبدأ عندها جهات التنفيذ المختلفة تعليق بعض البرامج وفقا للمسؤول في الخارجية الأمريكية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عبرت بدورها عن الشعور بالقلق البالغ إزاء موقف الحوثيين الذي فاقم من أثر الأزمة بالتدخل في عمليات المساعدات ونقل عن المتحدث باسم الوكالة قولها إن الوكالة تعمل بدائب على إيجاد أسلوب يطيح استمرار تقديم المعونة الأمريكية بلا توقف لكنها تتخذ خطوات للتخطيط القادم مع شركائها بحيث يمكنهم تعديل برامجهم بشكل آمن ومسؤول في حال تم الإضطرار لخفض المعونة يأتي ذلك بعد أشهر من شكاوة صدرت عن الوكالات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية أشارت إلى تدخلات تقوم بها ميليشيا الحوثي وتنتهي في الأغلب إما إلى مصادرة المساعدات وإعادة بيعها أو تقنين توزيعها وفقا لأجندات سياسية وأمنية ووفقا لوثائق كشف عنها أحدث تحقيق صحفي أمريكي فإن الحوثيين يعارضون الجهود التي تبدلها الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على حوالي 370 مليون دولار أمريكي سنويا تقدمها وكالاتها للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها غالبا الجماعة المتمردة وكان من المفترض أن تدفع للرواتب والتكاليف الإدارية الأخرى لكن أكثر من ثلث هذه الأموال التي أنفقت العام الماضي لم يتم مراجعة حساباتها